موسيقى مرحبا بكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر على الوطنية الأولى في تونس هذا المساء في حلقة أخرى نصلت فيها الضوء على أهم الأحداث في تونس في المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية اليوم في الجزء الثاني الحادث بامتياز هو تنقيح المرسوم الـ 116 والجلسة العامة للمسادقة على هذه التنقيحات بعد شوية ستكون معنا زميلتنا كوثر بن دلالة في ربط مباشر من مجلس نواب الشعب ستكون بحثنا في الأستوديو زياد دبارة صحفي وأيضا كمالي شارني وناخده إن شاء الله هشام سنوسي عضو الهيئة العلية المستقلة للاتصال السامع البصر الهيكا مباشرة بالهاتف الحديث حول هذه التنقيحات هل هذه التنقيحات هي دعم لحرية الأعلام أو تهديد لها الجزء الأول كالعادة مع شخصية سياسية مرموقة بطبيعة نشوف موقفها رأيها مما يحدث داخل نواب الشعب ومما يحدث في الساحة السياسية سعادة جدا بوجوده بحثنا بعد غيبة سيد محسن مرزوق أمين عام حزب مشروع تونس أهل وسهل بك سيمو حسن وشكرا على قبول الدول أهل وسهل شكرا على استضافة وتحييتي كل مشاهدين شكرا لك رئيس حزب تونس مشروع تونس سيمو حسن فم برشة نقاط سنحكيه فيهم العمل البرلماني العمل الحكومي علاقات مؤسسات الدولة الرئاسة الحكومة وأيضا البرلمان كيف ممكن تكون هل نحن في حاجة ملحة لمصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية اجتماعية وإلا لا وهل يمكن فصل العمل البرلماني عن الأداء الحكومي خلينا قبل هذا نمشي لهذا الروبورتاج تأمنون زميلتنا جهان علوان ثم نعود بطبيعة للحديث مع ضيفنا برغم ضعف وزنها البرلماني وغيابها عن دائرة السلطة لم تكن حركة مشروع تونس يوما بمعزل عن التوجهات وأولويات المرحلة في ظل منظومة 2019 حيث كانت حاضرة وفاعلة في مختلف المحطات السياسية إما بالمشاركة أو عبر مواقفها من مختلف القضايا الآنية ولم تتوانى أيضا في تحديد علاقاتها بالحكومات المتعاقبة بعد 2019 وبالأحزاب وبالرئيس الجمهورية وشاركت حركة مشروع تونس في مختلف مسارات تشكيل الحكومات وكانت قد أكدت أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومات الثالث المتعاقبة بما أنها لم تتحصل على تفويض شعب كبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة لكنها معنية بالمسار الحكومي وبكل ما يهم مصلحة تونس وكانت تؤكد على ضرورة أن تكون الحكومة حكومة كفاءة بعيدا عن المحصة الحزبية الحركة التي شاركت في الانتخابات التشريعية الفارطة بـ 28 قائمة لم تتحصل إلا على أربعة مقاعد ترأست كتلة الإصلاح الوطني والتي تضم 16 نائبا من أحزاب منتمية لنفس العائلة الديمقراطية الحادثية تمكنت من خلالها الحركة من أن تكون حاضرة وفاعلة ومؤثرة في المعادلة السياسية حيث أن خيار رئيس الحكومة هشام المشيشي تشكيل حكومة كفاءة مستقلة هو نفس موقف الحركة الذي تبنته منذ نوفمبر 2019 وكغيرها من الأحزاب السياسية عبرت حركة مشروع تونس عن موقفها من جملة القضايا الحارقة على غيرار موقف تونس من الملف الليبي حيث أكدت رفضها استعمال تونس منصة سياسية لمحور دول معين وحذرت من مغبة إقحام تونس في صراعات إقليمية يكون أثرها سلبيا على المصالح الاستراتيجية والأمن القومي لتونس حركة مشروع تونس التي يترأسها محسن مرزوق القيادي السابق في حزب النيداء بزعامة البيجي قايد السبسي والذي ترشح الانتخابات الرئاسية الأخيرة وسرعان ما سحب ترشحه مبرر قراره بتغليب المصلحة الوطنية ومنع تشتيت الأصوات في الانتخابات لا يتردد في انتقاد السياسات ومواقف رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد فمحسن مرزوق يشدد في كل مرة أن قيس سعيد لا يتصرف على اعتبار أنه رئيس الجمهورية ورئيس كل التونسيين وإنما يتصرف كمرشح للانتخابات وأن القيادة والزعامة الحقيقية هي تقديم رؤية مستقبلية ونتائج مل موسى للشعب ليش يعارات وخطابات؟ شكرا ليك جيهان على هذا التقرير نبدأ بالواقع حركة مشروع تونس ورئيس الحركة كيف ينظر أو كيف يشخص الواقع اليوم أزمة الكورونا وما وصلنا إليه هل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على الأقل إلى حد الآن في مستوى المرحلة يلحن سنالها وإلا سيمو حسن ترى أنه الحقيقة لابد من إجراءات أخرى يتم اتخاذها هي طبعا الكورونا ودي فرصة باش نترحل ترحم على كل الضحايا منتع الوباء هدايا ونتمنى المرضى بها بالشفاء معناها حربة والحرب يقودها جيش المشكلة أنه جيش تونس ما كانش منظر حنا جينا في عز المعاركة الكورونا وبدلنا ثلاث حكومات يطل والحكومتين وبدلنا تشكيلتين وزاريتي وتشكيلها تبدل تشكيلة متى وزارة سواء كان في الصحة ولا في غيره تأثيره طبعا مثلا ماشي استراتيجية طبعا مثلا جي توفنتي مثلا كما صندوق 18-18 يتعمل التو منعرفوش صرفو الفلوس ما صرفوش معناها ثم بلاغات متضاربة واحد يقول صرفنا ولا خلو المزن مصرفناش ثم كي يشوفوا طبعا في حكاية القدرة الاستيعابية مثلا أسرها بعد الأزمة الكبيرة اللي ضربت مثلا وليات الساحل في وقت ملوقات جينا رقل دلوا احنا طاقة الاستيعاب ما ثم باش بالكل يعني الفترة السابقة وقت حنا قاعدين حضروا في رواحنا للموجة الثانية اش عملنا وين هم السبيترات اللي معناها الميدانية اللي مش نعملوهم وين هم الأسرة اللي مش نزيدوهم مثلا الانعاش وين هو الاستعداد للموجة الثانية وكأنه مستعديناش خطر علاج على خطر بكل أسف النظام السياسي اللي هنعيش فيه هذا النظام اللي هو لا صنيع على أخليقة لحالته حليلة بتاع عارق ومعروك بتاع كل شيء إلا مصلحة الشعب والقضايا خلانا محناش حضرين الموضوع هذا ورب يبرك يسترنا معناها يظهر لي احنا وقفين معنا معنا وقف معنا الرحمة الربانية في المدة هذه الكلها ورغم اللي مالها طلعت الأرقام ولكن احنا محناش مستعدين حقيقة للموضوع هذا ونسأل في موضوع اللقاحات انا سمعت كلاما نحن تونس الحمد لله احنا البلد الثالث والشنين البنك الدولي مش أعطينا شوية لقاحات وهي الأخير هي ونضم تركيز الصحة شفت أمس تونسي ملقح نفسه في دبي يظهر لي معناها بالتلقيح الصيني ونجد تلقح في نفسها ملاي مش عارف شيني ستتجي التلقيح هذي هم الأمور الاساسية والقضايا يخرج كل منتع مجلس كتلة نيابية مشيت مع كتلة نيابية كانت في الشرق والغرب وكتلة نيابية كانت فوق والأطلوطة ما عنده حتى أهمية قدام الصحة متاع التوانسة والاستعداد والتخطيط المسبق لموضوع الوباء هذي وآثار اللي حكيت عليه أنت طوى أرجعته فيما أرجعته لأسباب النظام السياسي اعتبرته نظام هجيم لكن ما ترجع زادة أنه أيضا النخبة السياسية أو الطبقة السياسية تفتقد إلى مشروع حقيقي أو إلى رؤية حقيقية برنامج حقيقي حتى تكون المنافسات بيناتهم على أساس برنامج على أساس رؤية واحة اللي قاعدين يشوفوا فيه مناكفات ومشادات كلامية بعيدة كل البعض على أنه يكون طرح سمحني سيمحسن في الدول الديمقراطية المتقدمة وأنت أعلم الناس طوى فترة تقديم مشروع المالية كل الأحزاب تتسابق كل واحد من جيته في تقديم مقترحاته شكون اللي مقترحاته تدرج في مشروع القانون أعطيني شكون الجهة اللي قدمت مقترح بالله يجوف أول حاجة نحن عالنا رئيس جمهورية وانتخب في تونس قدم نفسه للناس قال لا يوجد برنامج وانتخبوا يعني وجل الأول خط قلب عليش برنامج فما أبعدنا على الحوار على البرامج يعني هذا جل الشعب سألوه يا ولد عليك برنامج قال ما عنديش ما الحب سألت الشعب يريد شعب أذهل العالم شعب حاجة هيلة برشا وانتش عندك ما عنديش ورغم ذلك معناها هنتخبو لذلك الموضوع مثل البرامج هو شبما في تونس ثم تمشت شوية تمشي واحد يظهر شوية ينكسرون عمله ويشاع وانخرجونه حكاية من الحكايات هذاك عليش بكل أسف مثلا ماش وهذا زالت تمثل وتحدي تحمل المسؤوليت وشوية الحكومة زالت يعني المفروض أن كنت يقدم مشروع كيمة هدايا مثلا ما في هباس المد هذه هي ستشرت الناس قاعدت مع الناس نظمت لدوات شر عندها شر ومطارف تقديم المشروع لكن هي عندها شر لكن الموضوع هدايا مو ثم مستمار الدولة ولا لا طب المشكلة فيه كيفاش نبدون حكيه وإحنا ثم دولة مستمرة ولا كل محكومة ما هيك المشكلة كيفا في حكاية الوباء كيفا في الحكاية هذه وطبعا إحنا مثلا نتوانهار الجمعة هذا يوم الاسبوع الجمعة هذا في الاسبوع هذا حرك مشروع تونس مش نظم ندوة حول قانون المالية مثلا وفي الأربع سنوات اللي فاتوا من يتأسل حرك مشروع تونس نظمنا قرابة 300 ندوة مواضيعية حول قضايا برنامجي في موضوع الجهات تطرحنا موضوع الجهات الحل الشباب والحل تحدثنا على قضايا البيئة تمشي حوار حوله أعطاه شي مثلا إضافة لحركة مشروع تونس مثلا عدل رأي العام عليش خطر الناس مش مهتمة بموضوع هذا سمحني التواني قاعد في حضرة علامة متميز ونحب نهنيك معناها ونعني اللخيان اللي هوني بالعمل المتاعهم لكن غلابيت العالميين ساعات اللي تبشيل من غلابيت معنا جانب منهم تقول له مثلا لنحب نتكلم عن التقاتل المتجدة والبديلة تقول لك بشوية بالله ما ثم فلان سبك مش قول عليه ما يقولوا به هاو عندي رأي فيه والآخر يخمن بيش سبك الجمعة الجاية تحبش تقول عليه من توحويش استيباقا سبه ويسبك يعني النائدوك ما ثم مش تأصيل الحوار وأنا أدعو إلى أنه مرة أخرى قرطوخ السابق والعاود عليش من عملوش مناظرات يا خيبين السياسيين برامج مناظرات مستمرة مشكلة الانتخابات جيب مرة كل واحد من كل طرف حطهم قدام بعضهم عملهم منقيلة كما شترنج بيش يتكلم في الوقت متاعه بيبدأش يقص على صاحبه وخلي الشعب التونسي بشوية بشوية يشوفك عنده ورأي مش منه نخليه حتى آخر مرة الانتخابات نجي وقلوله بلاك تشف الناس دي برامجهم وغيره طيب هذا الكل ينعكس بالتبيعة على المشهد السياسي والمشهد البرلماني ينعكس حتى في تحديد أولويات العمل البرلماني في دورة السابقة في دورة الحالية لدرجة أن العودة البرلمانية كنا نخال اللي بيش تكون الحقيقة فيها نوع من التوافق نوع من الإحساس بخطورة الوضع ولازم الناس الكل تتلها فيما ينفع التونس نلقاه أنه الحقيقة بدأتها كيل عادة بمشادات كلامية أخرها كراية تأريد اللي صار اليوم الأولويات في المشاريع القوانين اللي اتقدمت داخل المجلس في الجلسة الأولى وفي بداية العمل البرلماني وصفت من المجتمع المدني بعودة برلمانية مفزعة اللي هي المرسوم 116 اللي هو قانون زجر الاعتداءات اللي هو حال قانون طوارئ حالة الطوارئ واللي هو المحكمة الدستورية هل ترى أولا أنه فعلا هي من الضرورات اللي أذك عليك تم استعجل النظر فيها مشاريع القوانين هذه وفي رأيك أنت أو لوية العمل البرلماني كيف يزم ترتيبه أول حاجة نحب في الفرص بالمناسبة هذه نقول لأي درجة أنا منزعج وخاب أملي من الأداء الحكومي في سحب مشروع الحكومة حول تنظيم القطاع العلام الصبع والبصري وفسح المجال للمبادرة متاع جماعة هذوم تلاف الكرام في التعديلات في المرسوم لا يا سي محصل بصرف نظر على الجهة اللي قدمته يهمنا أنك تعطينا رأيك في التنقيحات لا يا سينا التنقيحات معناها تنقيحات ستؤدي إلى فوضى أعلامية تامة والهدف منها أنه اللي عنده فلوس أكثر والكنياتري والمافيوزي واللي عنده معناها حكايات باش يولي الإعلام يولي كيينه سوقسي لأبو من دي ماذا مطلوب ومعاش سمى ضوابط ومعاش سمى كذا ومعاش شرطي بطا ورسيد رئيس الحكومة معناها أنا ما فهمتش نحن قلنا له وراها وانت رئيس حكومة كافات مستقلة راهي حكومة كافات مستقلة بلاي كذا كان اسمحت دقيقا نوضح تفضل معناها حكومة تكنقرات مواكو ولا يعني حكومة أزمة أزمة سياسة في حزم البلاد فهمشينا اخترنا حكومة كافات مستقلة وتوم يو هكا المطلوب بسم يسير لكن لكن انت كحكومة كافات مستقلة يزمك تولي حكومة تبقى كافات مستقلة مش معناها تولي تاخذ انت تفويض حكومة كافات مستقلة وتلوش تعمل حزاب في البرلمان معناها تتحزم ولا حزمة هذه رأي حزمة ناسفة ما تتحزم بها غيرك قال أجاب قال لك هي مستقلة ولكن هذا لا يعني أنا تدير ظهرها للأحزاب المقاية تقول بشكل عام مش عندك تلي تقول انت دائما ها وش نقترحها لسيدة لئيس الحكومة بكل معناها احترام يقول المرة جاء كنسأله أنا علاقتي طيبة بكل أحزاب حتى لي صوت ضد لم يحبني أخرش من قضية الحزام هذاي الحزام رأي حزام ناسف شعملت وما تظهر أنه مقابل الحزام هذا أجاز بد القانون منها لي صالح وما أخرين يعني أنت كنعملت عمل هذية بدأ عدد انتحار كالسياسي التنازل لـ 199 98 97 وإلى آخر يوم تقعد نازل خطأ الفادح الموضوع الثاني أنت إذا كانك أنت معناها حكومة أزمة يحب يقول أنت معناها حكومة موقترة مرتبطة بحل الأزمة السياسية اللي جابتك لأنه مش مش نقعد وعننا حكومة اللي هي تعبر الأزمة بغير من نحل الأزمة فهذاك عالت مشروع تونس كي قالت في نوفو 2019 رأي يلزمنا حكومة كيفات مستقلة على حزاب قالت يلزم معها مؤتمر حوار وطني وإنقاذ وطني بش نعمل الإصلاحات اللي تؤدي بنا مباشرة إلى إصلاح النظام السياسي وبذلك حل الأزمة السياسية اللي جابتنا للحكومة شاعملنا تو قعدنا بالأزمة والحكومة في عوض هي جاية بش تحل الأزمة والتي هي تنكرت مع الأزمة والتي حكومة متابة حاصة سياسية غير معلنة أو كنا اخترت الوزراء بتاعي الرئيس اختر الوزراء متاعه الوزراء متاعه هذوك وما أحد منه خرجناه الباقي وكان قال للمانا تفهمناها من قواعد اللعبة ولكنها بقيت إذن تحت إرادة أحتراف سياسية معينة اللي قال مثلا رئيس الحكومة في الحوار متاعه أنه مش يستشير في التعينات وبما حق وعلى أستشير في الناس هذوكوا في التعينات وشكون قال لك تستشير أنت حكومة تكافات باستقل الحزاب ما تستشير لشأنها تستشير الناس كل ولا ما تستشير يعني إش عمل جبنا حكومة تكافات باستقل الحزاب تحزم بحزام سياسي اللي هو أقوله حزام سياسي ناسف وبذلك بعثناها قال لأخر بعثناها كيفاش كيفاش يعاون على كذا خرب بالفاس على يعني أنت توا ومش تتحول الحكومة هذي من حكومة تكافات باستقل الحزاب إلى حكومة كتلة داخل البرلمان ضد كتلة أخرى وبذلك مشين الأسم أخرى أنا فهم فهم وجدتنا ضرب بالقدار ولكن زادا سمحني المثلة اللي يقول سابقا وجرائي وما تكلش شعي كيفاش تحب حكومة تنجح في الإصلاحات الكبرى تنجح في تمرير القوانين داخل مجلس النواب الشعب في نفس الوقت تكون مستقلة على كل أحزاب الدائمة والمعارضة هي سمعني مغير حزام في سيئة هي من أصلا سعير أصلا هي شنية حكومة وثنية مستقلة حكومة كفاءات مستقلة وتماما عن الأحزاب وبالضرورة مشقة في الأحزاب ثم في البرلمان ثم حزاب معه وحزاب الله ومع على تقدير الحكومة هذية طبعا لووصلوا هذا وصلوا رئيس الحكومة أول ما يتحمل مسؤولية متألة والسيد الرئيس الجمهورية إن الرئيس الجمهورية عين رئيس الحكومة ومبعد دار عليه بعد جمعة يعني رميه في حضار النهضة معناها استقبلوا في كرتاج وتعاركوا خرج الرجل في حالة ليلة وتخبيله في قهوة ومالقهاوي من كرتاج الرجل الغنوشي اشتعمل يا هذي اش بيك بغير تبكي ولا اش بيك حزين قال وراه بابا معناها عيني ودار عليه قال ويجي هابوك الثاني وثم حزين في البرلمان زادا ايديولوجية بالعماء الاستراتيجي متاحها زادا من قبل ما الرئيس الحكومة يقدم حكومته قالوا له عندك غواصات وعندك درسنية وعندك كذا اللي مع تبريل نفس مضد النهضة هذوم زادا عاونوه الحكومة هذية باش هي تبعد وتمشي في دين النهضة لكن في كل حالات انكيشت وشنية اما رأى حكومة الكفات المستقلة تنظر تجارب دول الاخرين وانا في بلاستو سيدة رئيس الحكومة الخطب الشعب وباشرة جاءتوا فرصة متميزة ساعة ونصف من زمان في عود نقعد وكناحكيو فيك اللغة الخشبية معناها كذا انتي ريت حكومة كفاءات مستقلة على الحزاب تكلمت قورة وهو برنامج هو كذا ومش قدم البرلمان كان صوت البرلمان صوت كان ما صوتش البرلمان هذا كراه هو لقاعد غرض وانا أكدك البرلمان موش بالقوة بشوال هو حاجز قدام معناها رئيس الحكومة اذا كان كان مستقل والدليل ما كانش حاجز قدام رئيس الجمهورية كعين له الفخفاخ اللي هو ما عندوش كتلة برلمانية وبعد عين له وبعد ديك سيلمشيشي اللي ما عندو حتى وجود برلماني والبرلمان هذا اذا كان مش هو اللي هو عايق قدام معناها المصلحة متاع البلاد يلزم الناس ما كان منتخب عندو شرعية لكن ما عندوش الحق لهو وبالرئيس متاعه حاليا وبالمافيوزيين اللي قاعدين متلمدين في بعض الكتل اللي هو مولي وعاية قدام معنا رئيس الحكومة كان أولى أنه يبحث عن حاضنة شعبية أو حزام شعبي للحكومة أفضل من البحث عن حزام سياسي يتكأ على حاضنة شعبية وحاضنة حقيقية حول مشروع يعبر عليه يقول أنا جاي العام ونص والعامين كذا وكذا وأنا عندي هاي أولوات متاعي واحد ثلاث ومشبين برلمان أجبن الكتل اللي هي توم التفح حوله أجبن من أنها تأتي قدام هذا الشعبية أجبن لكن أنا كنت بشي لحلول تعصول سمحني أخوي لليليس فخفاخ ذلك وسقطت الحكومة واضطرة إلى تقديم الاستيقاط مش صحيح المشكلة متاع الفخفاخ وهذي يقول من البداية أنك إذا كانت تعمل الحكومة هذه وانت معلل كتلة برلمانية الأفضل لا تعمل كتلة حكومة محاصة ما عمل للفخفاخ حكومة محاصة ما تطيحوه ما تطيحوه من داخل من داخل وفي العركات اللي من داخل والفخفاخ قعد لآخر لحظة محبوس بالحكومة ومش قادر يصرح الشعب بالناس كي صرح الشعب وطع طيو اسهلوا ما عنده حتى رؤية المسلحة الوطنية هذه بعض الكتلة البرلمانية ما عنده حتى مصلحة كتلة النهضة ما عنده مصلحة للسلطة ولا سلغل نوش مقاعدين في البرلمان إلا يستعمل في البرلمان لصراعاته الداخلي في حركة النهضة وجماعة اتلاف الكرامة هذوم الناس يفعل الرهاب المفروض الحكومة لا يتشرف أنه يكون من الحزام تاعوا الناس هذوم اللي هما يتكلموا يدافوا على جماعة الهاب والآخر كاتبها على علام مراكب متوبة بكم سمحني محسن ها دعمتها كتلة الإصلاح ها دعم الحكومة هذه اللي دعمتها حركة النهضة اللي يعد دعمها قلب هدايا اللي دعمين هدايا نحن ماش ندعم لها احنا اول ناس طلبنا بحكومة المستقل ما وكتجي انتي في لاو نعطيه كل الحصن النية يا أخي انتي معناها نتوصبه في الخير قلنا حكومة المستقلة جيد قلت أنا مستقل سهلناك يا والدي مستقلة قلت مستقل هاك بثنية بعد ما كانت مستقلة واللات الحكومة هذه تابعت إليف ومتحزمة والآخر هي لذلك تولي ثم مشكل وانا اقول المشكلة هذه عليش على خاطر عليش اننا ما حتيش نتكلم في كلام هذات يماني حالي قاعد نتكلم على نجلس الحكومة في موضوع الوباء معناها اللي تاونت على ما فين واحد وعشرين كيف يسمى نهوض اقتصادي هل قيت نفسي أنا في عوض نحك على المسائل الهدية المفروض هذه هي برنامج عامل رئيس الحكومة نرقا هنو في عوض شد الموضوع اللي من أجله تم تعيينه لقضية بالأساس اقتصادية واجتماعية اتخلحت هو المحاصات ويعمل في حساباته والوليات والوليات سمحني باشك عين من الغادي والمعتمد عين من الغادي والكذا يعمل من الغادي ويعتفلت الله معنا يسحب قانون باش يعمل قانون هاي كنت تصلاح اليوم مثلا خرجت بيانة على الموضوع متاع المرسومة ذا مية وستاش اللي قالت ان هي ضد القرار متاع ليس الحكوم لانه كنت تصلاح ما عططوش شي شيك ومبلوعة حتى هي لا هي ولا غيرها اما انت عطيناك اتفقنا معك على شي مشيت في حاجة اخرى مختلفة واللي هذه مشكل طيب اليوم وانتي قلت كامل لما فرض ان حكومة كفاءات مستقلة تماما على الأحزاب ترفق بحوار وطني يلمي الشمل نحو مصالحة وطنية شاملة مازال الممكن لفترة سالحة مازالت الامكانية واردة ان يكون هناك مصالحة وطنية شاملة وتحديد اهداف كبرى لكيفية الاصلاح في المرحلة القادمة وإلى لا ما هو احنا كي بدينا قلنا الفكرة هذه الفكرتين مع بعضهم معناها مشينا تصنب لمنظمات الوطنية اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة كانوا مستعدين لكن احنا قلنا يجب واحد ياخذ المبادر مشينا توجدنا الرئيس الجمهورية على سين رئيس الجمهورية انت هو تدعو مش كان الحكاية للمصالحة السياسية لها يلزم أول نقطة فيه قبل من حكيه على التغيير النظام السياسي والانتخابي برنامج القادة اقتصادي واجتماعي اللي هو نجم ونعم وعليه حول وحنا توافق عام وطني باش نجموا الاطراف الدولية يقتنعوا انه ثم شيء حوله سند سياسي وبرلماني ووطني خاطر التوش قاعدين يقول لكم هل يقول لكم يا والدي شكون يتكلم انت بسل تونس الرئيس كنت قاده معه يقولنا حاج ورئيس الحكومة كنت قاده معه يقولنا حاج وكيد دراسل غانوشي قاده معه يقول لهم حاج دونك تونس ليس لا صوت واحد دونك هل 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 المؤتمر هذا مؤتمر لنقاذ المفروض ان الرئيس باعتباره اب كل التونسيين ومصبول الواحدة البلاد هو الياخن الخطوة بكل اسف زاد الرئيس في عوض لاهي بان هو يحلم العركات كل مين يلقى عركات خلفه وكما ثم مش عركة عملي عركة حتى هو وتوى حالين هو كقاعد مع زول عزل نفسه اختار المشيشي وتختلف مع المشيشي وطبعا في عركة مع رئيس البرلمان وحالين معشكون اذا هو معشكون يحكي شو دورو انا دعوه مرة اخرى اطبعا ليس يقول تنقذ فياسا في رئيس الامورية وفي كذا احنا النقدم تعنى نرى من باب البناء انا معنى حتى مشكلة مع عسيق ها عنده دور مهم في ما سيأتي من مؤتمر الليبي ليبي في تونس في إطار الدبلوماسية التونسية وإعادة المؤتمر الليبي ليبي قرار تلوهم متحدة مواشي قابا مواشي نجاح الدبلوماسية التونسية ما هو بكل اسف عام شاول ليبيا مشاول مغرب وبعد مشاول مصر وتو جاول تونس بعد مشلت زي حسنا نرجع له نقض في العمل الحكومي في علاقة بالعمل البرلماني طيب تراشي انه ممكن ممكن انه البرلماني يتلهى في اولويات العمل البرلماني وتتلهى الاحزاة في العمل البرلماني حقيقة مثل مثلا التفكير في تركيح النظام الانتخابي النظام الاساسي بشاريع القوانين المحكمة دستورية بشاريع القوانين بارك الله فيك هذي حبينا في الاول احنا اما تبقى الاحزاة اللي هي في البرلمان باش تجيل الحكاية هذية يزبط تشغلها بحاجة بكل اسف باش تشغلها خاطروا ما قاعدين يفكروا محاسب رائك قاعدين يفكروا في الاصلحات وفي كذا قاعدين يفكروا تماشي حويجة تماشي كذا تماشي وارينا حطو من هنا مجمعاتنا تماشي كذا تماشي العلام من لقلومورنا فماشي عناشي دوشي يستكروا قاعدين يشو باشي البرلماني انتي تنظمي الى صوت محمد عبو اما فاسد اما عاجز عن طبق السلسي الاغلبية البرلماني بكل اسف تعمل لك محمد عبو وقالوا كلام مقبل لذلك ليس وقت هو ببعناها يخرج من الحكومة باش اشغلهم اشغلهم بالمؤتمر لانقاذ كجيري الجمهوري يقول لانني قررت بالانتفاقي مع اتحار الشغل والاتحار الصناعة والتجار وعيمات المحامين يكال الرباعي متعقبل لذلك مش نعم المؤتمر بتعنقاذ وطني روم شوفوا فيه صلاح النظام الانتخابي واصلحات في النظام السياسي ومسل الاقتصادية واجتماعي وادعوا المؤتمر يوم كذا وكذا يمكن ثم حزاب بتقولك ما نجيش في لول اذا كانت خلق حوله اطار شعبي والاخيره فيما صارف الحوار من 2013 يكونوا مجبورين يمشيوا كان يمشيوا ولي هم اذا مشغولين بالقضايا هذية ويخليوا الحكومة تخدم في قضايا الوباء والبطالة والهم والدمار يقاعدين يعيشوا فيه وتحاول تحل المشاكل في الجهات كل مرة ثم مشكلة في جهة هاي مشكلة تطوين هاي مشكلة في قسرين هاي مشكلة في الشابة هاي مشكلة في كذا كل مشاكل شرعية وتحاول تطوين هذه هي ما تحل حكومة مدام ما بعملت عملت تفاوض يزمت حلها شو الكرأتك ليه في طريقة التفاوض البعض رأيها ضعف من الدولة شوف هذه قديمة من الدولة حالنا ذكرناها 2017 حاليا الدولة قاعدت مع ناس والتزمت معه يلزمها تنفذ كيفاش مش نفذ حكاية أخرى أما تو يقول لك خطر بيشبيل وزير هذك قاعد مع أفلان والفلتان أول حاجة لجنة تفاوض اللي هي في تطوين مشكلة من كفاءات ومن أشراف ونعرف مرشة بالناس وثانيا أنت يا أخي على التلتزامات شوف الحكاية بسيطة ياسر كلما تقوم ثورة لابد من تغيير علاقة بين الدولة ومجتمع هي ثورة تصير خطر ثم علاقة كانت منظمة بين الدولة ومجتمع أنحب نفهم من الثورة اليوم ما نعملنا بشعور صلاحنا العلاقة هذه ما بين العلاقة بالجهات قلنا سابقا جزء من ثروات الجهة مش كاننا له التقات ولا تحت الأرض ما فيهم حتى الفيسكاليتين تعالجيها والملكات العقلية يا أخوة عيدوا استثمارا من العين المكان وقالنا عملناه هذا رغوا الفصفات يمشيتون في قبص ورأي تطوين تحلت أمورها أما التوحلين الفصفات قادوا وقف في قبص وتطوين إذا كان هذا الكل أنا هايشوم أنا هايشوم هذا من كل مغارتين والحكومات المتعاقبة لما عندها حتى رؤية بكل أسف هي صحيحة أنا مع الشعب ومع المجتمع لأنني عارف أن النظام السياسي هذا بحكوماته وغيره يولي مشكلته الوحيدة البقاء في السلطة واقتصام السلطة أكثر من التفكير في الخدمات لذلك أنا أدعو الحل للحل ذا معاني ديماني داي اللي أخيان في تطوين أنه ما نعرف كل ما قاعدين يحسوا به وأن نعرف أنه ما زاد عندهم الوعي الوطن الكافي أنه ما زاد يكونوا دائما قادرين على حرور وسط حتى لنخرج إن شاء الله من الأزمة ذا فما بعض الرسائل ربما كان مركز عليهم بسيدة رئيس الحكومة في الحوار وأراد إيصالهم للشعب التوسي اللي هي عنوان ربما الحكومة متاعه أو عنوان برامجه بشكل عام نحب نسلك عليهم برسالة برسالة الأولى أن نؤكد على أن الحكومة تلتزم بتعهداتها وبالإفاء بها سواء كان من خلال الاتفاق مع الاتحاد العام التوسي وشغل في الزيادة في الأجور وإلا الاتفاقات مع الصندوق النقد الدولي اللي أمضاها وزير المالية ومحافظ الملك المركزي وإلا أيضا الاتفاق مع الكامور غيره أنه استمرارية الدولة وفي هيبة الدولة أن تفي بالتزاماتها وبتعاهداتها هيبتها في أن تفي فعلا السؤال هي قادرة فعلا أنا نحب نذكر أنه كبدات الكورونا كنا اقترحنا في حكم مشروع تونس أنه تونس سنتهز الفرصة هذه وتطالب بعز دول دول وتقول منيشة مشروع حتى مليم لألفين وعشرين لألفين وواحد وعشرين يا أخوين نقاعد نخدم عروح يبطلوا باب لعندكم لعندي أنا والعالم كان مستعد وقت البنك الدولي أجل بستة شهور خمسة وعشرين دوين خمسة وعشرين دول أحنا قاعدنا قال ما هو نحترموا في الفقر والفرعنة باي وانتي قادر توا من يجيب الفلوس نطبع الفلوس نزيده في التضخم نزيده في كذا يا أخي التزامات الدولة مهمة لكن زادة ما حسب إمكانياتنا أنت عملت استراتيجية على أربع سنين خمسة سنين كيفاش تحل مشكلة الديون ومشكلة التزامات لتعب أنه سمعت في الحوار هذا أنه يقول أن تتفيد الدولة بتاعه داتها في حلود الممكن ولكي حلود الممكن تفصيل صغير يخفي مئات الشاطي ما لا يوجد حلود الممكن ما نلتزم بها بثمينulous بخições ايضا بمائة هريس不 Either ايذلك ثم هنا بسانيه سيسر خارجية هنا قد غيب المحزن للرئيس الجمهورية لأنه المفروض سيسر الخارجي هذه عنده المفروض أن هنا وكان جينا عن То assigned عام إنimento سيسر ترجع رئيس الحكومة لم يقع دوره على المستوى الداخلي ولا الحكومة لما يقع دورll تنطيack والريس الجمهورية أنا مثلاً نتصور أنه كان عنده برشاً أصدقاء ولا أصدقاء هذو مرام كانوا تواب التليفونات أنا باي يسمع أبدالي صالة صحة خلص عام ٢٢٢٠ خلص عام ٢٢٢٢ باش الفلسات هذوكم في عوضاتيهم من الديني للسنة نتلهابيهم بسط بطارات باش الناس ترقض اللي هي مضروب بالكوفيد و باش نحل مشاكل البطالة و مشاكل غيره مش معناها تبدأ للنجاز الوحيد من داعي أنا جبت قيتوه من قطر مانا في عشرين سرير ومسرير قال ماذا؟ قال مانا هنجاز عظيم مانا في حين أنه قدامك العالم محلول أزمة ليبيا يمكن استعمالها مثلاً للضغط على بعض الدول الأجنبية والأوروبية والأحديث معهم باش يحلونا باب شوية في حكاية الديون الموقف الأمريكي في موضوع ليبيا كيفاش صار اهتمام أخيراً موضوع ليبيا كان يمكن تونس يدخل منه وزادة خاصة لنا جاءنا وزير الدفاع الأمريكي واتفق معنا العشر سنوات خرط طريق بتتعاون عسكري باي مقابلة سياسيين ماذا؟ فاش ضغطنا تناعملوا ومرضغطوا موني أخذوا شي ما أخذينا نخرجوا للناس نقولوا احنا مون هاكينا بالديون بصع التوانسة مش لقين في اليدويو الثبابة طالة الناس حفيت وعرات وكلها الشر ولكن الناس التزموا بخلاص الأوروبيين والعالم في الديون المتعنا هذا يسمحني كلها مش مسؤول مش باريس تحكم باسم الدولة انه الدولة عندها منطق وفي ظروف صعيبة كما هذية الدولة يزيما تقع حلولي صالح شعبها مش لصالح الدائن حتى إذا كان الدائن عنده الحق خاصة عن عزمة هي عزمة الوباء هذية اللي احنا ما كناش وراه هذي مش هنخلق له جاتنا من عند الشناوة وجاتنا عند كذا هي ما هو المفروض تعرك فيش تتيح وتقربة سنتي على المسوسة الخارجية وتلقى حلول طيب النقطة الثانية زادة اللي اجلت انتباهي في الحوار هو أن نركز على أن الدولة أيضا مش تخلص الديون متاحها تجاه المؤسسات اللي عندها مدة مش خالصة المؤسسات العمومية اللي تسال الدولة وإلا المزودين والمتعاملين مع الدولة تم تأجيلها في مشروع قانون ميلي يفات وليفات وليفات في حدود 800 مليار المزودين وتقريبا 4.000 مليار المؤسسات العمومية لكن هذا بشكون على حساب الاستثمارات العمومية بشكل تقريبا 20 مليار دينار بالنسبة لك هل هذا تصرف حكيم وإلا فمشكون سمعت من المختصين قال لا كامل المفروض أنه يجد ولا ذاك مش فرد مرة يخلص المؤسسات هو قال لا أنا بالنسبة لي الدولة بين القوسين سمحني بشكل قلبة فمشكون يسال كذلك تخلص دكو هنا وحنش قدنا لك حنا شوف توانتي توفعوض مش توقع لسود الميزانية هي نحي من فم هذا حط فم هذا نحي مجيب هذا يحط في جيب هذا ثم واحد يفرح بالفلوس اللي جاتوا تونسي والآخر معناها هي تنرفيس خطا حتى الروس ما يجيبوا يا أخي عندك البيب باب باب تأديون الخارجية هذا هذا تركز عليه أحلاش نلف مليار مواقع ولا نخلصوا معناها كل عام يا أخي هذا 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 خوض منه هو وارجعه أبنا ذوكم العالم مستعد ما يخسرش تونس العالم معناها أفهم مش معناها نفهم مش معناها عفول معناها نفهم مش معناها الأهمية الاستراتيجية متاع أنك انت عندك موقع متأسلات الخارجية اللي انت قادر في وسط هذه أنك انت تحلم شكل اقتصادية مقابل دور خارجي معين هذا معناش في حين شوف اي سيدي أنا تضد ردوغان لكن يا أخي ردوغان يخدم وصحة بلادي وشعبه والقومية التركية شوف قاعداء من الأوروبيين هوا حل المشكلة هون يباشي ياخذ مقابل كذا حل المشكلة هون يباشي يعمل قادر قذاك هذه السياسة العامة كيف تعمل شوف المغاربة شوف دور دونيك باش تصرف على المستوى الدولي نرعم معك دور دولي ناخذ مقابل وشي يا أخي نحن في دونس ما فهمتش فينو هذا هذاك عليش أن نقول أنه توا إذا كان الميزانية مش تولي الميزانية كالعادة الحساب متعطار كما قال لفاض عبد الكيف كالعام أنا أو كالهدف منها أنه يهز مننا ويجيب مننا في حين الميزاني المفروض تكون مؤشر على رؤية متع أربع وخمس سنوات وحتى أكثر متع أقلاع اقتصادي حل أزمة وإقلاع لما تقرأ الميزانية تقول ميزانية العام الأول من البرنامج الممتدة عشر سنوات لحل أزمة والأقلاع الاقتصادي توا حاليا كل عام الميزانية هدف المتاح الوحيد أنه نلقاوا شوية توازنات متع الكاسة خاطر بالنسبة ليه من نهزموش نحكيه على إقلاع مدام الكاسة فارغة نحن مشكلتنا كيفاش نعبيوها ونوقف النزيل هذه أول نقطة نصنع على استثنين كل حكومة نقول فكلا ماذا وقتاش خوي الإقلاع وقتاش بش يجينا معناه وقتاش بش نقوله قال مثل الشعبي التونسي وقف على البير يا درويشة كانك على مبروك شاد عم مسعود خذت وعيش خذت وعيش معناها أنت توا حاليا حكومة التكنقراط جيت مثلا تجم تقول راو العام لا ولا ذايراني ليش نخدم على هذائي أما أنا عندي رؤية نرجع لك لبرلمان أنا بعد حكاية مثلا أربع خمسة شهور برؤية كاملة تصير الميزانية هدفة مؤشر سنوي أول على رؤية الخمسة سنوات مش حل المشكلة أما توا حاليا براحكي على الصناعيين ومستثمرين وغيره وكذا قلوا بلاي سمحني أنت توقف الاقتصاد هو حياة اقتصاد هو هو استثمار يقول له بلاي انتشني الفيزيباليتي متاكرا خمسة سنوات بلاي انتشوف الأمور بضر 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 يقول لك لا ندوه حتى فيزيباليتي على خطر الحكومة المهم يا أخي يفك علي من حكاية الميزانية هذه حساب متا واحد حساب متا شسمه متا يسكن تابل هي المفروض تم فيزيون قد يشتوا عن عشر سنين من اللي صارت الثورة هذه يعطيني فيزيون خمش طيب مزات نقطة أخيرة في مسألة الحكومة ثم نشي سيد رئيس الجمهورية والرئاسة الجمهورية مسألة تفرض القانون على تعطيل الانتاج في الاحتجاجات أو ردة الفعل والمفروض لكل يفاعل فمارد فعل لكن فم هذه سكر الفانا سكر طريق سكر الواحد رئيس الحكومة قال احنا مع المطار المشروع ولكن نرفض قطعا دوري نافا أنه يكون فيما تعطيل الانتاج من خلال الاحتجاج معناها شوف بشوي اللي هذا عنده معنى وعنده قيمة أخلاقية اقترح رؤية انتين تعلاقة بين الجهات والدولة نخرج من نظام المركز يا ذايا الله يرحمه حسي حمد بن صالح تفناه هو ذايا رجل دولة كبير كان هو صاحب الوحدة ذايا وتقدمنا فيه توح لين لابد منعات نظر في العلاقة بين المركز والجهات في موضوع منظومة الثروة عندنا أربعة منظومات يزم ورجعتها معنا عند المنظومة الأولى هي منظومة السلطة والحوكمة بإصلاح النظام الرئيس السياسي واذهاب الجمهورية الثالث عندنا منظومة أخرى النظام السياسي طبعا واذهاب الجمهورية الثالث هذين روما شطر بيبرك قلناه نحن طبعا عام تحكو عينا بعض الوخياني قلنا الجمهورية الثالث هل هذا صحيح أم لا؟ نعم هاو كآخر صنداج خرجوه الوخياني مرسلت على الرأي 90% معناها رقم ستاليني سيطالبوا بإصلاح النظام السياسي نقطة الأولى منظومة السلطة والحوكمة منظومة الثروة التي هي كيفية الثروة نصنعها وكيفية نقسمها ببعضهم خلقها واختسامها ببيناتنا المنظومة الأخرى هي منظومة المواطنة نحن وقت بن علي كان يقولنا ماكو مواكليين شاربيين عندكم الدواء أijah تحبها أكثر عمل لا ثورة على حك السياسية هكو؟ أсл riches كذين الحق السياسية؟ يقولين لم يق Bee الأم seniors يجب الدواء معناها اكل عمنا المواطنة الاجتماعية جاءت الثورة هم مسلكي المواطنة السياسي وخرج لنا المواطنة الاجتماعية أمن يجب أن تكوني الي fucks هم مسكي المواطنة السياسية والاجتماعية واتحابة منظومة يوجد كلها منظومة الأخلاق والقيم والرؤية والهوية وهذا النظام أحد مثلهم الثورة الحقيقية. بقى المشكلة أنه حالياً يمكننا نحكيه وكان في الأمور الصغيرة. هالعشرة سنوات أخو يا جك. هالعشرة سنوات ليست مكانت شي متع تونس الجديدة. كان تحت ضار تونس لقديمة. اللي عملنا عليه ثورة كله ولا مضعف. الفساد مضعف. التهميش في الجهات مضعف. التهميش الاجتماعي مضعف. حالياً السؤال الكبير يأرجو أنه يتبناه السيد ريس الحكومي يخرج أحكي عليه. هي تونس الجديدة. كون وجهة تونس الجديدة. حكي لنا على العشرية سنوات جديدة. كيف نخرج من الأزمة. لكن في عشرية سنوات جديدة كيف لا يقلع. معناها كيف لا نصل على عشرية سنوات لأقلع. هذا اللي هو قاعد ناقص. واذاك عليش؟ طبعاً مش سكر لك الفنات ومش سكر لك الكذا. ومش سكر لنتاج ومش سكر غيره. وأنا مع شعبي. لأني عارف للناس هذو ما مماشي سيئين هذو ما يا خي ما تبقى مهمشين. انتي براي شوف غفصة كيف قاعد عايشين. ما معناها هنا في 4 مليار قاعد انتوش فيهم. وتقريباً وقت كانت في فرنسا محتلة القفصة كانت الوضعية بتاع البلدة تحتها خير. شوف تلوثي جيبز. شوف اسفاقس. مثلاً. اسفاقس مثلاً ناسي معلس تلوات. اما اسفاقس على ثروعة قري. قرب تلف كتار على الساحل. أعطيهم انتي للمدينة أعطيهم الكذا. هذا هذا العلاقة بين المركز والجهة والجهات أعطيني فيه رؤية انتي. نقشوها. هوا مؤتمر للنقاض اللي حكينا عليه ولا في البرلمان. وبعد اذا كان ثم ناس. ما حبيش تلتزم بهذا ايو اللي موضوع اخر. نختم بسؤال مهم جداً كيف ما قلت على المحطة القادمة عليها تونس. الحوار الليبي الليبي اللي بش يصير في تونس. هل يمكن استثماره واستغلاله. وانه معناها نصلحه ما فات. وإلا معتش نجم يكون عندنا دور فيه. بشكل كبير المال في الليبي. بكل اسف هاللقاء هذا وبكل سرور هو صار في تونس. وبكل سعادة. لكن بكل اسف مش تونس منظمته. منظمته الممتحدة. تيهو في تونس. يهي يهي. خليزي بحث تونس بتعمل. طوان تكي تعرف المؤتمرات الدولية تسير. كل المؤتمرات تحت رعاية الأمم الممتحدة تقريبا. المؤتمرات الدولية كيف تصير اخويا. اتاو رئيس الجمهورية اتاو بورتوكوليني استقبله. وارجو معاوش الغلطة العمل للمرة اللي فت. قال لهم بالله نقترح عليكم من اللوية الجرقة. تعرف اللي احنا في تونس. نجح لها في حاجة. وحدنا الشرق والغرب الليبي حتى واحد ما استطاع واحده. بالغلط. خرجوا وقال نقترح عليكم من الحل الافغاني. هايش تعليه الغرب وهيش تعليه الشرق. قالوا يولدي احنا لا نحن عنا شوية قبيل صحيح. احنا عنا مدن. المدن الليبي يقدم من تونس. احنا كون اقبل يساوي من الروماني كلهم تابعين الليبي. اذا ان شاء الله لا يدخلش في حكاية دي ما يحطش فيها بعض افكار متاعه. لكن بكل اسف راهو الرئيس بروتوكولية مش يقبلهم. لكن اللي ما كيتسكر الباب الليوم التحدة هي الفعل. هاي فرصة. اذا كان عارفوا نستغلوها اتصاليا مثلا تشب تكون فرصة. اذا كان نوسع وحولها مؤتمر كبير اذا كون فرصة. رغم اللي انا حب ندعو مرة اخرى. السيد رئيس الجمهورية. اخر حاجة معنا ختاما. معناها لصالحك الناس اللي عاطلنا العمل. لصالح البطالة. لصالح الشباب. الناس اللي قادتها في الهجرة السرية. ادعوه الى انه هو ياخذ الدوسي متاع سوق العمل اورو متوسطية والهجرة المنظمة. ويخدم من اجل قمة دولية في تونس اورو متوسطية حول موضوع العمل. تحول موضوع العمل من الموضوع وطني والبطالة من موضوع وطني لموضوع اورو متوسطي. رأى عار انهم ياخذوننا في كفاءاتنا بلاش. رأى نجم وندخلوهم في طار صورة الموجة الاولى من الهجرة المنظمة. ولكن مقابل التنمية الداخلية ومقابل استثمار في التعليم. خلي الموضوع امتاع الناس اللي يصوتو لك الشباب هذوكم يكون نص بعينيك. معناها لو حليك من الحكاية العركات الفارغة مع حكاية البرلمان. قول كل نهار كيفاش مش القهلم مواطن شغل. ثم امكانية الان لانه اوروبا محتاجة عشرين مليون فرص عمل في السنوات المقبلة. واحنا عنا بطالة. نخرق ونعمل وقمة حول الهجرة المنظمة وقضايا العمل. جيبهم جيب مكرون وجيب جيب ميركل وجيب الناس كل. انا نأكد لك انه كان عمل هذايا ونأكد له انا راهم اش نعمل لك تشويرك في كل مكان يا سيدي ونقوله بالحق. اني ادهشت العالم ودوغت العالم وذات العالم. مش بكلام وضرب بين اللغة ولكن بنتيجة من المؤسسة. شكرا لك سي مصر مرزوق. رئيس حركة مشروع تونس على حضورك وعلى كل هذه الاضحات. قلت الحدث اللي هو تنقحات المدرجة على المرسوم مية وستاش والجلسة العامة للنظر في هذه التنقحات. يندرى تنقحات تهدد فعلا حرية الاعلام. ام هي ضعما له. نشوفوها ذاي بعد شوية مع ذيوفنا زياد دبار كامال الشرني. وفي ربط مباشر مع زميلتنا كوثر بن دلالة من مجلس نوع بشعر. نمشي لهذا التقريب اتأمن هنا زميلتنا كوثر ثم نعود باستقبال ذيوفنا.